اشتركوا في القناة 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 باش تعملوا وكيفاش وقداش مقادير باش ما تصرفوش برشا فيهم وباش المكونات ما تتكلف لكمس زادا كتكونوا منظمين تنجموا تعملوا أنواع متعدة ومن غير ما تدخلوا بعضكم ولا تنساوا الحاجة تقيدوا بالضبط شنو تعملوا مثلا لكورني بقلاوة بالورقة أو بقلاوة البي أو لميني تارت صغار ولميني بيتزا أو زادا تنجموا تعملوا لوريليس بناخ أو كريب رولي فما برشا أفكار لميني سالي جوستيزمكم تنظموا أفكاركم وتقيدوهم الكل بالنظام وتقيدو المكونات اللي تستحقوهم في كل نوع سالي وهكا كتكونوا مصرفوش برشا وشريتوا مكونات قد الكمية اللي تستحقوها متومة بالنسبة لكمية اللي عملتها كانت 300 كعبة أو 340 كعبة معناها سالي باستخدمت زوز كيلو باتفويت شريتها حاضرة باش نربح الوقت ما عملتهاش في الدار وعجنت زادا عجينة بتاع ثلاثة أكواب بتاع دقيق عليهم البيض وعجنتهم بالحليب وعملت بيهم ليميني بيتزا ومناسمين بطبيعة بالأعشاب حبيت فقط نتشارك معاكم الفكرة وإنكم زادت نجموا تعملوهم بأبسط المكونات كيف ما تشوفوا زي أنتم بزيتون مقصوص تنجموا جوستا كل بيكيهم بالكوردان كان ما عندكمش أعواد متاع سالي أو تنجموا تصنعوا إن شاء الله أعواد سالي في الدار إن شاء الله طوامرا نوريكم طريقة تعملوا الأعواد متاع سالي في الدار بأرخص الأثمان باش ما تصرفوش برشا وتعملوا حاجة يسر مزيانة وتقدموها في أعراسكم أو أفراحكم أو مناسباتكم العائلية أو مناسباتكم الكبيرة إن شاء الله نكون خفيفة الظل عليكم وإن شاء الله تجربوا الوصفات اللي عملتهم أو الأفكار بالأحرى وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات أخرى ومشاهدة طيبة للجميع مسلمة ترجمة نانسي قنقر